عيد الجلاء وذكرى 17 من نيسان بأهلنا اليوم هو 17 من شهر نيسان والمرتبط بذاكرة السوريين بالاستقلال أو عيد الجلاء عندما خرجت فرنسا من سوريا واستقلت البلد بعد اليوم نذكر كيف كانت الاحتفالات بسوريا حكايات الكبار عن هذه الايام وحاجة السوريين المتجددة للاستقلال هذا موضوع نقاشنا لليوم بأهلنا خلينا نشوفوا بعض التقرير 72 عاما على الجلاء عندما خرجت فرنسا من سوريا واستقلت البلد بشكل رسمي استقلال جاء بعد نضالات وتضحيات قدمتها مختلف فئة الشعب السوري وعلى مدى سنوات تويج النضال بالحراك المدني الذي شهدته المدن السورية وعلى رأسها دمشق وتمثل بالإضراب والحركات المدنية مرافقة لنضال السياسي السلمي والذي بدوره جعل الفرنسيين يرضخون في تلك الأيام في سبعينيات خسرت سوريا استقلالها حسب رأي كثيرين وبدأت مرحلة تجريدها من الحياة السياسية وتشويه حياتها الاجتماعية في المدارس والمقاهي والشوارع على مدى أعوام طويلة كان الاستقلال مجرد مصطلح ردده السوريون حتى عام 2011 يوم عادت الاحتجاجات والإضرابات ومختلف مظاهر الحراك المدني إلى شوارع المدن تأكيدا من السوري على تمسكه وحاجته للحرية والاستقلال رغم ما تمر به سوريا ورغم أنها بحاجة إلى الاستقلال عن العديد من الدول إلا أن الكثيرين يحاولون أن تكون سوريا ذات سيادة حقيقية حتى اليوم فترى هل تتوز أحلامهم وتتحقق آمالهم على المدى القريب؟ لمحا سريعة كانت عن استقلال سوريا يمكن الحديث اليوم أو تناول موضوع بحد ذاته هو مربك لأنه فيه كذا دولة للأسف كذا احتلال صار عنها رح نحكي عموما عن مفهوم الاستقلال وحاجة السوريين له مع الدكتور ضيفنا بالتاريخ الدكتور بالتاريخ المعاصر والباحث أيضا في مركز حرامون عبدالله توركماني أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك سلام مفهوم الاستقلال عند السوريين هل ارتبط بهذا العيد فقط أم له منحة آخر؟ لا شك أن الاستقلال في 17 نيسان 46 يعني له مكانة خاصة لدى السوريين جميعا ولكن تاريخ سوريا المعاصر خاصة منذ سنة 70 حتى الآن تبين وخاصة بعد السورة السورية في سنة 2011 تبين أننا نحتاج إلى الاستقلال الثاني أيضا عندما نستعرض التاريخ المعاصر لسوريا كما كانت الجمهورية الأولى مع الاستقلال الأول والجمهورية الثانية في عهد حزب البعث نحن أحواج ما نكون إلى الجمهورية الثالثة التي نطمح إليها من أجل إحياء روح الاستقلال الذي عاشه شعبنا في سنة 46 وطوال مرحلة النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي بمفهوم الناس شو اللي اختلاف عندهم بموضوع الاستقلال السوريين بين قبل الثورة لما كنا نحكي عن عيد الجلاء وبين هلأ اللي صار بعد الثورة اختلف اختلاف كبير جدا يعني الحقيقة السوريين قبل الثورة كان كل تعبيراتهم مصطنعة نتيجة الاستبداد الذي كان فوق رؤوسهم منذ سنة 70 على الخصوص ولكن الثورة بالرغم من سلبيات كثيرة يمكن أن نتحدث عنها كشفتها السورة ولكن من إيجابيات هي أن السوري أصبح يعني جذار الخوف سقط وأصبح السوري بشكل عام يعبر عن سوريته وهذا شيء مهم جدا وخاصة ربطا بعيد الجلاء والاستقلال بمعنى نحن كسوريين طوال سنوات سوريتنا كسوريين هذه الوطنية السورية الجامعة كانت مغيبة تحت شعار العروبة تحت شعارات عديدة نحن أحد مكاسب سورتنا بالفعل وهي تطرح علينا مهمة اليوم هي أن نعتزى بالجامعة السورية بهذه المظلة السورية الجامعة للسوريين جميعا أستاذ شو الموجود من عوامل الاستقلال اليوم عند السوريين اليوم يعني ذكرى الحقيقة الاستقلال نحن نحن اليوم نعاني من احتلالات عديدة يعني الاحتلال الإيراني الاحتلال الروسي التدخلات الإقليمية والدولية المختلفة وتقاسم النفوذ في سوريا لذلك بالفعل نحن أحوج ما نكون إلى استقلال جديد عمليا لا يمكن أن نتحدث اليوم في سنة 2018 عن الاستقلال استقلال سوريا طالما أن الاحتلال الإيراني والاحتلال الروسي والاحتلال الأمريكي أيضا قائم في بلدنا والتدخلات العديدة صحيح يعني في سوريا طب بالعودة للاستقلال الأول نصح التعبير اللي هو عن الانتداب الفرنسي لأي درجة فيه الواحد يثق بالأحداث التاريخية اللي صارت والروايات لأنه اليوم نحن عايشين عايشين أحداث تاريخية مهمة وبتم تزويره رغم أنه فيه شاشات عم تنقل الصورة وفيه ناس موجودين ومع ذلك يتم تزوير كثير من الحقائق لأي درجة فيه السوري يثق بما رؤية له عن تاريخ سوريا وخاصة بمرحلة الاستقلال يعني هو المصداقية في الحقيقة الوطنية كانت موجودة يعني بمعنى منذ بداية غورو إلى دمشق وموقف يوسف العظمة ومعركة ميسالون من وقتها تبينت الوطنية السورية أي واحد اتنين في 1925 عندما قامت الثورة السورية الكبرى وانتشرت وشاركت فيها رموز وطنية من كل الطوائف ومن كل الجماعات السورية ثم الإضراب الستيني فيما بعد ثم التشكيل للكتلة الوطنية الجامعة للسوريين كلها كانت بالفعل تعبير عن هذه الوطنية السورية التي أحوج ما نكون إليها اليوم والتي للأسف غيبها نظام الاستبداد طوال خمسين سنة باسم كما ذكرتم منذ قليل يعني تحت شعارات المقاومة والممانعة وغيرها من المسميات والعروبة حتى يعني هذا الشيء المهم في الحقيقة المصداقية أهم شيء يعني من يدرس التاريخ وليس التاريخ الذي كتبناه نحن كسوريين فقط من يبحث حتى في الوسائق الفرنسية وأنا بحكم دراستي للتاريخ المعاصر ومتابعتي لتاريخ سوريا المعاصر وقد اطلعته في الأرشيف الفرنسي على وسائق عديدة تدل بالفعل على هذه الروح نعم إذا بنا نحكي على لا تفضل حضرتك ذكرت موضوع يعني التاريخ الاستقلال ورجالات سوريا بدي اسألك إذا في قصة عالقة ببالك من هذا التاريخ أو سمعتها يعني بتلخص أو بتحكي بشكل أو بآخر عن السوريين خلال فترة الاستقلال مثلا ممكن طبعا أنا لم عايش تلك الفترة يعني أنا صحي كبير في السن ولكن لم عايش تلك الفترة يمكن سمعت منها يعني سبقات أو قرأت سمعت وقرأت وتابعت بالمناسبة يعني من يستعرض بعض رجال الاستقلال الوطني لسوريا يحص برجال دولة يعني اليوم مثلا الرئيس المرحوم شكري القوة لي هذا الرجل أروي لكم الحادثة التالية زاد دلالة كبيرة عن رجال الدولة السوريين في ذلك العهد وما نراه اليوم من رجال لا يمكن تسميتهم برجال دولة نعم شكري القوة لي كان ينزل من القصر إلى يوم الخميس مساءً يأتي إلى داره قي يقضي عطلة الجمعة هو وزوجته في سيارته الخاصة كان سيارة القصر يقول له للشوفير رجعها للقراج تاع القصر ويذهب يوم الجمعة عز بداني يتغده وزوجته مرة عنده سيارة بويه كانت قديمة مرة تعطلت سيارة في طريق عودتهم مساء يوم الجمعة تعطلت وبدأت زوجته بالدفش يعني الناس لحمها رئيس الجمهورية ومرته بالدفش طبعا ساعدوهم والمهم هذا النموذج الذي يعرف الشيء العام والشيء الخاص أنه هي سورية ليست مزرعة لآل الأسد كما عشناها منذ السبعين حتى الآن هذه سورية لشعبها هذه سورية دولة نحن للأسف طوال خمسين سنة عشنا تماهي بين الدولة والسلطة والحزب والزعيم كلهم مداخلين ببعضهم بينما قادت الرموز أنا جبت مثال شكل القوات لي يمكن أن نجلب أمثلة عديدة على رجالات سوريا سوريا قدمت رجال دولة بكل معنى الكلمة سوريا قدمت أمثلة ونمازج في فترة الأولى للاستقلال بالفعل يجب أن نفتخر نحن كسوريين ربما بانتظار أن تعيد الأحوال بسوريا وثورة سورية ظهور رجالات واستقلال حقيقي لسوريا قريب نتمنى شكراً لك الدكتور عبدالله تركباني الباحث في تاريخ المعاصر والواحد أيضاً في مركز حلمون شكراً لك شكراً للمعلومات القيمة ومشاهدين الهوم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من لمشتمل نشوفكم بكرة بنفس اليوم إلى اللقاء ستة وخمسة بتوئي دمشق نشوفكم بخير